موسيقى غليان شعبي وترقب يسود الشارع البحراني مع اقتراب موعد محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الأحد المقبل السابع من مايو ثلاثة أيام اعتبرها أهالي الدراز في بيان لهم حاسمة في تحديد مستقبل الأجيال القادمة داعين جماهير الشعب إلى الاحتشاد في هذه الفترة التي وصفوها بالأهم في عمر نضال البحرانيين في مواجهة أخطر مشروع في تاريخ البلاد ضد استهداف الأغلبية الشيعية في وجودها القوى الثورية هي الأخرى أكدت في بيان مشترك على الحق في استعمال أدوات الدفاع المقدس وقطع أيدي المعتدين وخاصة بعد التعدى الخليفي على البحرانيات في وقت انطلقت فيه سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة في العديد من البلدات البحرانية رفضا للتعديات على المواطنات والإمعان في استهدافهن كما تجرى الاستعدادات لفعاليات غاضبة انتصارا لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مع تواصل الاعتصام المفتوح بجوار منزله في بلدة الدراز المحاصرة منذ شهر يونيو من العام الماضي تيار الوفاء الإسلامي دعا من جانبه إلى تظاهرات مركزية باتجاه بلدة الدراز المحاصرة انطلاقا من ثلاثة محاور محيطة بالبلدة ومن فعالية لن نخذلك التي انطلقت من محاورة في بلدات باربار بني جمرة والمرخ باتجاه الدراز فيما جدد علماء البحرين الموقف المعلن بشأن الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى الموت اشتباكات اندلعت اترى ذلك مع قوات المرتزقة الخليفية التي أطلقت وكعالة الجبناء قنابل الغاز المسير للدموع باتجاه المحتجين الغاضبين حماقات خليفية تدخل البحرين في المجهول فالشعب لي تخلى عن عقيدته ولا عن مطالبه ولقد أثبت طوال السنوات الست الماضية ثباته على مواقفه وعدم استسلامه للعائلة الخليفية التي تخرب اليوم بيوتها بأيديها وأيدي المؤمنين الذين وعدهم الله بالناصر ومن أصدق من الله قيل أشعب يوري أصباط النظام ترجمة نانسي قنقر